مرحبا بكم عزائي الطلبة في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصف الأول متوسط المنهج الجديد درسنا اليوم اليونت السابع الدرس الخامس عنوان الدرس إذا فعلت ذلك قبل ما نبدأ بالدرس لا تنسى الاشتراك بقناة اليوتيوب بيجو الفيسبوك كالإستابقاء حسين مدرس اللغة الإنجليزية لمتابعة جميع حلقات دورة الأول متوسط نبدأ بالدرس اليونت السابع الدرس الخامس إذا فعلت ذلك بالفقرة الأولى يقول لي يقول لي أكمل القصيدة الغنائية شوفوا هنا منطيني بوم بوم معناها قصيدة غنائية أو قصيدة قصيدة شعرية أكمل هذه القصيدة الشعرية شوفوا هنا منطيني فراغات أكمل هذه القصيدة الشعرية باستخدام نهايات الجمل الموجودة بداخل الصندوق يعني منطيني نهايات جمل ومنطيني قصيدة شعرية يقول لي أكمل هذه القصيدة الشعرية بنهايات الجمل اللي أنا منطيك إياها فأول شي لازم نترجم أو نفهم نهايات الجمل على مدلما أنا أقرأ هذه الجملة أعرف شن النهاية المناسبة لها فأحاول قلمك تتنزم بيدك وسجل ويايا المعلومات اللي راح نطلعها أو الكلمات اللي راح نترجمها It will make you ill سوف تجعلك مريضا ill معناها مريض It will cause you harm سوف تسبب لك الأذى It will not be a joke سوف لن تكون مسحة You will fall سوف تسقط You will stay strong سوف تبقى قويا The ambulance will be called سوف يتصل أو سوف يتم الاتصال بالإسعاف هسا نجي نقرأ القصيدة الغنائية نعرف أن القصيدة الغنائية عبارة عن شطرين نهاية الشطر الأول تكون مرادفة أو نغمتها الصوتية مشابهة لنهاية الشطر الثاني فهذا الشيء راح يساعدنا أكثر على حل هذه القصيدة الغنائية There are things all around that can cause us pain هناك الكثير من الأشياء حولنا تسبب لنا الألم It is easy to worry من السهل القلق But just use your brain لكن فقط استخدم عقلك If you stand on a ball إذا وقفت على كرة شين التكملة المناسبة لهذه الجملة إذا وقفت على الطوبة أو وقفت على الكرة شين النهاية المناسبة من ذن الجملة اللي أنا منطيكيها هنا ببداية الدرس أكيد راح تسقط إذا وقفت على الكرة راح تسقط فش أقول له You will fall سوف تسقط إذا لاحظت شغلة نهاية السطر الأول ball نهاية السطر الثاني fall وكذلك مع البقية If you cut your arm إذا جرحت ذراعك شين اللي راح يصير It will cause you harm سوف تسبب لك الأذى فشوفوا هنا Arm harm نهاية السطر الأول مثل أو مشابهة صوتيا لنهاية الشطر الثاني If you swallow pill إذا ابتلعت حبايا طبعا أنت مو مريض وبلعت حبايا شين اللي راح يصير أكيد It will make you ill سوف تسبب لك المرض شوف pill ill نفس النهاية الصوتية If you get is called إذا انتشويت إحنا اتفقنا أن اللي is called هو التشوية أو الحرقة اللي يتسبب بها الماء الحار أو أي سائل الحار If you get is called إذا احترقت أو إذا انتشويت شين تكمل المناسبة لهذه الجملة The ambulance will be called سوف يتصل أو سوف يتم الاتصال بالإسعاف is called called نفس النهاية الصوتية If you swallow smoke إذا ابتلعت الدخان أو استنشقت الدخان It will not be a joke سوف لن يكون الأمر مثل المسحة يعني هنا smoke joke نفس النهاية الصوتية إذا ابتلعت الدخان أو إذا استنشقت الدخان من الممكن أن تختنق If you are silly on the pool إذا كنت سخيفا في الحوض That's not cool ذلك ليس جيدا And remember The water can be cruel وتذكر إن الماء من الممكن أن يكون قاسي سبب لك الغرب If something goes wrong إذا شيء ما سار بشكل سيء أو بشكل خاطئ You will stay strong سوف تبقى قويا شوفونانا Wrong النهاية الصوتية المناسبة لها Strong Stand up and give a call قف واتصل to someone who can help اتصل بشخص من الممكن أن يساعدك لحد الآن هذا مجرد نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي مجرد الأستاذ يطلب من الطلاب أن يباعون على هذا الجمل والنهايات المناسبة ويقولهم أكملوا الجمل بالنهايات المناسبة لها وراها إذا ملاحظين ليراجع لموضوع موضوع F الشرطية اللي أخذناه وشرحناه بشكل مفصل بالدرس السابق الآن بعد دقائق إن شاء الله لما نوصل للتمرين المتعلق بF الشرطية رح نراجع بشكل مفصل أكثر ونأخذ ملاحظات جديدة ما أخذناها بالدرس السابق الآن مجرد هذه مراجعة كذلك لموضوع F الشرطية ننتقل لكتاب النشاط تمرين رقم واحد Read the poem again اقرأ القصيدة الغنائية مرة أخرى Choose the best answers to the questions واختر أفضل إجابات لهذه الأسئلة شوف هنا يقول لك أنت افتهمت القصيدة الغنائية الآن مثلا ضع صح على أفضل summary للقصة summary هو الملخص هذه القصيدة بشن تلخصها شن الكلام اللي يلخص القصة أو القصيدة الغنائية If you do anything you will have an accident إذا ثويت أي شيء رح يصير حادث أكيد غير مناسب It's good to panic if there is an accident من الجيد أن تنذعر أو تذعر إذا صار حادث تنخبص لمن يصير حادث هذا الشيء جيد أكيد لا Be careful but don't worry كن حذرا ولا تقلق About having an accident لا تقلق عن حدوث الحادث يعني أنت من يصير حادث المفروض تبقى هادئ وما تنذعر ولا تقلق لأنه ممكن أن نتصرر بشكل صحيح هذا أكثر خيار مناسب فأخلي أمامه صح لأنه أخلي صح على ثلاث أشياء عليك فعلها إذا حصل حادث منطيك أربعة أشياء أقول لك ضع صح على ثلاث أشياء من دن الأربعة مثلا Stay calm أنت أبقى هادئ يجب أن تبقى هادئ طبعا لازم أبقى هادئ أثناء الحادث Run around shouting تركض وتصرخ هذا أكيد غير مناسب Call for help تتصل من أجل مساعدة نعم لازم أتصل على المود واحد يساعدني إذا صار حادث Explain clearly what happened أن تفسر بشكل واضح ماذا حدث نعم هذا كذلك خيار مناسب فأخليه ثلاث صحات مثل ما أطلب من عندي وراها نقطة C Why is it important to stay calm if you see an accident لماذا من المهم أن تبقى هادئا إذا حدث أو إذا حصل حادث نعم لما نحن يصير حادث عندنا لماذا المفروض نكون هادئين على مود ما ننخبص So as not to panic and to think clearly ونفكر بشكل واضح إذا نخبصنا أو إذا إذا ما بقينا هادئين من الممكن أن نتصرف تصرفات غير جيدة هذا ما يخصت مني رقم واحد هذا مجرد نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريري أو بالامتحان الشفوي ننتقل إلى تمرير رقم اثنين يقول لها read the situations اقرأ الحالات منطني ثلاث حالات find out what to do if these things happen واكتشف ما الذي يجب عليك فعله إذا حصلت هذه الحالات يقول لها منطني مثلا حالة يقول لك your friend has cut her finger صديق تج أو صديقك جرح إصبعة شن المفروض تسوي بهذه الحالة أكيد مثلا نقول لها stay calm أن أبقى هادئا and put plaster on the cut أن أبقى هادئا وأضع plaster اللي هو اللاسق الطبي على الجرح your friend has dropped very hot water on her foot صديقك أسقط الماء الحار على رجلة شن التصرف الصحيح بهذه الحالة مثلا نقول لها call ambulance أو an ambulance أن أتصل بالambulance شن ما يعني ambulance الإسعاف you wake up at night and can smell smoke الصحيت بالليل والسميت ريح الدخان شن التصرف الصحيح بهذه الحالة من الممكن أقول لها مثلا على سم المثال tell my parents أخبر ورداية على موجود يتصرفون بشكل حكيم أكثر من عندي يتأكدون أني لا أكو دخان أو لا كان أكو حريق أو لا ويتصرفون على أساسها هذا ما يخص تمري رقم 2 كذلك هذا التمرين مجرد نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي الآن ننتقل إلى تمري رقم 3 شي يقول لي يقول لي complete the sentences using the correct form of the verbs and the brackets أكمل الجمل التالية باستخدام الشكل الصحيح للأفعال بين الأقواس أنا منطيني F إذا تذكرون أننا بالدرس السابق شرحنا F الشرطية لأننا 3 جمل منطيني F بالبداية أما البقية هذه F بالنص هذه وينها F بالنص إذن مثل ما اتفقنا بالدرس السابق قلت لكم لما شرحت F الشرطية أن الدرس القادم اللي هو هذا الدرس رح ينطيني تمرين متعلق بموضوع F الشرطية يطلب من عندي أن يصحح هذه الأفعال أو يطلب من عندي أن يصحح هذه الجمل عن طريق شنو عن طريق F الشرطية إحنا اتفقنا بالدرس السابق سرح راجع F الشرطية بشكل مفصل واتفقنا بالدرس السابق أن F الشرطية من الممكن أن تجيني وسط الجملة تربط بين جملتين إحنا اتفقنا تربط بين جملتين إما تجيني بالمنتصف أو من الممكن أن تجيني بالبداية هسا اتفقنا إن إذا جتني بالنص هي اللي رح تفصل بين الجملتين لذلك ما يحتاج أنخلي فاصلة لكن إذا جتني بالبداية فأخلي الجملة الأولى ومن ثم فاصلة ومن ثم جملة ثانية هاي الفاصلة هي اللي تفصل بين الجملتين وعرفنا كذلك وضحنا بشكل مفصل انه F الشرطية هي الجملة التي تأتي بعدها جملة بزمن المضارع البسيط اما الجملة التي قبلها جملة بزمن المستقبل هس رح الراجع اذا ناسيهم رح الراجع المضارع البسيط قاعدته المستقبل قاعدته الى اخره قلنا زيانا اذا جتني F بالبداية يأتي بعدها جملة بزمن المضارع البسيط والبعيدة عنها جملة بزمن المستقبل وما عرفنا المخطط شنو المضارع البسيط وضحنا بالدرس السابق انه المضارع البسيط من يذكر قاعدته قاعدته عبارة عن فاعل زائدا اما فعل يحمل S او فعل مجرد زائدا التكملة زيان من يذكر قاعدة المستقبل اتفقنا ان المستقبل قاعدته عبارة عن فاعل زائدا وال زائدا فعل مجرد زائدا تكملة زيان اتفقنا كذلك من الممكن ان نجيب لياها بالامتحان بصيغة شنو يصيغة اما ينطيني جملتين ويحذف الفعل الاول ويطلب من عندنا صححة او ينطيني جملتين ويحذف الفعل الثاني ويطلب من عندنا صححة او ينطيني جملة او جملتين يحذف الفعليا ويطلب من عندي اني اصححة يعني إما يحذف الفعل الأول أو يحذف الفعل الثاني أو يحذف الفعليا ويطلب من عندي أن نصححها زياني شلو نتعامل ويا هاي الجملة أو شلو نتعامل ويا هاي الحالة اتفقنا نحن نروح نشوف F إذا جتني F بالبداية أنا تلقائيا على سبيل المثال أقول هذه مضارع بسيط والبعيدة عنها مستقبل هذه محلولة أنا مش أغلتي أني صحح هاي الجملة دائما نتفقنا أن نصحح الجملة اللي بين الأقواس أو من الممكن نجيب لي F بالنص ما كم مشكلة هميا نتأكد أنه إذا F بالنص قابلها شنو قابلها مستقبل وبعدها مضارع وعلى أساس هذي كلام أحل أطبق قاعة المضارع البسيط والمستقبل وإذا كانت جملتين محذوفات أو يطلب من عندنا صحح حين هم كذلك أشوف F إيجتني بالبداية أو F إيجتني بالنص وعلى أساسها حد الزمن هاي الجملة وهاي الجملة نأخذ مثال نسترجع به الملاحظات السابقة أنا ننتقل للملاحظة الجديدة اللي رح نتعلنها من خلال هذا الدرس مثلا على سبيل المثال ايش قل لي؟ قل لي انتفقنا أحانا إياكم أنه هذي F وأنا جتني بالبداية هذي كلها جملة أولى لحد الفاصلة وهذه الويرو جملة ثانية إذن عرفنا جملة الأولى عرفنا جملة الثانية شو مطلوب من عندي؟ مطلوب أني صحح الجملة الأولى والجملة الثانية أستاذ شلون أرفت؟ اتفقنا بالدرسة السابقة لنشك الجملة بها أقواس لازم أصححها الجملتين بهين أقواس إذن مطلوب من عندي نصحح الجملتين إذا F جتني بالبداية شوف القاعدة أو المخطط اللي رح مشعليه إذا F جتني بالبداية وراها الجملة بها زمن مضارع بسيط شو تقول قاعدة المضارع البسيط هذي وينها؟ فاعل أنزل شوف شوف أنزل F الجملة اللي بعدها مضارع بسيط شو تقول مضارع بسيط؟ فاعل فاعل S أو مجرد زاعدا تكمله شنو الفاعل؟ The motor The motor زاعدا أما فاعل يحمل S أو مجرد هذا الستوب إما أنزل مجرد كما هو أو أخلي إلى S زيان مني يذكر بدرس السابق إش وقت نخلي أبو الأس وإش وقت نخلي المجرد؟ أبو الأس نخليه مع الهي والشي والأت أو أي اسم مفرد والمجرد إش وقت تخليه إذا كان الفاعل ذي أو وي أو يو أو آي هس نرجع الفاعل The motor الموتور يعتبر مفرد له جمع الموتور قلنا المحرك محرك القارب أعوض عنه بالضمير إث لأن مفرد غير عاقل إذا مفرد غير عاقل أعوض عنه بالضمير إث إذن الفاعل أخلي إلى S لو مجرد S فأقول له stop ش رح أصير؟ هذا الستوب أخلي إلى S If the motor stops إذا أتوقف المحرك انتهت الجملة الأولى الجملة الثانية بها زمن؟ بزمن المستقبل شا تقول قاعة المستقبل؟ فاعل وال ومجرد الفاعل شنوه؟ وي ش أخلي له وال ومن ثم الفعل المجرد اللي هو الرو أنزلك ما هو If the motor stops إذا توقف المحرك وي والرو سوف نجدف زين هس هذا اللي أخدناه بالدرس السابق زين هستاذ شنوه الجديد من عندنا؟ لحد الآن ماكو شي جديد هس رح نحن نأخذ ملاحظة مما أخذيها بالدرس السابق شا تقول الملاحظة؟ تقول إذا صادف الفعل ب في جملة المضارع البسيط تتحول إلى إز أو آر أو آم وحسب الفاعل ما افتهمتها هاي ستعال شون يعني شوفوا طلاب هس قبل شوية إحنا ش اتفقنا؟ إنه هذي إف إجا وراها شنو؟ إجا وراها مضارع بسيط والبعيد عنها مستقبل ما لا علاقة بالمستقبل هس أنا كل شغلي بهاي الملاحظة عن المضارع البسيط يقول لي إذا انطعك بالجملة المضارع البسيط فعل بي إذا هذه جملة المضارع البسيط ما انطاني ستوب انطاني بينقوسيا الفعل بي في جملة المضارع البسيط فتتحول إلى إز وآر وآم وحسب الفاعل حس أي طالب أسئلة أقول له شوك تتخليلي للإز؟ يقول لي مع الهي والشي والإت الإسماء المفردة وشوك تتخلي الآر؟ مع الزي والوي واليو وشوك تتخلي الآم؟ مع الآي نحن لا أخذيها سابقا يعني لا يوجد شيء جديد ماذا تقول للملاحظة؟ تقول على سبيل المثال قل لك If I Be A Pilot I Will Be Happier على سبيل المثال جاب لي هذه الجملة بالامتحان وقل لي Correct حسنا نتبع عليها نفس الخطوات هذه F يعني جملة بالامتحس لن أتاصل المثال فعل وفعل مجرد طلب من عندنا جملة الأولى هي جملة المضارع البسيط أن أطبق قاعدة المضارع البسيط أرزل F هذه F وال COP جملة مضارع البسيط شو تقول قاعدة المضارع بسيط فاعل شنو الفاعل التهنانة اجيت على الفعل قلت الفعل اما اخلي لأس او يكون مجرد لكن باوعت لقيت منطيك بي اذكرت ملاحظة استاد طاهش قال اذا انطاك الفعل بي بجملة المضارع البسيط شو سوي احولها ما اخلي لها اس ولا انزلها مجردة وانما احولها الى از او آر او آم زين انا شو كتخلي از وشو كتخلي آر وشو كتخلي آم حسن الفاعل الاز مع اله والشي والإت الار مع ذي والوي واليو والآم مع الآي الفاعل مالتي آي شو رح اخلي لها آم زادنا التكملة اذا كنت طيار او اذا انا طيار ايو البيحة فيها سوف اكون اكثر سعادة هذه ما يخص الملاحظة الجديدة المتعلقة بموضوع اف الشرطية اكو ملاحظة ثانية شو تقول هاي الملاحظة الثانية احنا اتفقنا انه اف عبارة عن جملتين احنا جملة سميناها جملة الشرط والجملة الثانية سميناها جملة جواب الشرط هسه انتبهوا يا طلاب بعض الاحيان شو يسوي ينطيني علامة استفهام بالنهاية بنهاية هاي الجملتين اللي ينطينيهاهم بالامتحان زيان اهنا انا شو اطبق القاعدة الاستفهامية على جملة المستقبل لو على جملة المضارع البسيط على جملة المضارع البسيط لو على جملة المستقبل دخت اهنا الملاحظة شو تقول تقول في حال وجود علامة سؤال نهاية الجملتين يا جملتين جملتين اف قلنا الاف تربط بين جملتين في حال وجود علامة السؤال او علامة استفهام نهاية الجملتين نطبق القاعدة الاستفهامية فقط على جملة المستقبل شوفوا درلاب يعني اني من لقيت علامة السؤال هنا ولنفترض انه تقلي صحيح هذا الفعل وهذا الفعل استاذ طاه سابق انش قال قال مني تشوف علامة السؤال قبل اطبق القاعدة الاستفهامية هذي بالأزمنة العادية لكن هالمرة انا عندي جملتين يا هي من هنا اطبق عليها القاعدة الاستفهامية اطبق القاعدة الاستفهامية فقط على جملة المستقبل فقط على جملة المستقبل زين تذكرون بالمستقبل شون أسوي الجملة استفهامية فقط الوضع أشيلها خليها قبل الفاعل ها هي انتهت على سبيل المثال اشقال لي قال لي What you do if you become a pilot جاب لي هاي الجملة بالامتحان وخلالي بنهاية علامة سؤال فس سأحلها فوقها شوية هاي المساحة ما راح تكفل لذلك راح مسح هذه السطر هس انتبهوا يا طلاب أنا ش لقيت عدي لقيت عدي F جيتني وين بالمنتصف هذي F بالمنتصف وراها شنو مضارع بسيط قبلها شنو واستقبل لكن انتبهه سينو شنو نهاية علامة السؤال أنا لقيت علامة سؤال اش قلت قلت طبعا أنت مطلب من عندك الصحح فقط الجملة الأولى مصحية زين أنا لما نطبع لدينا صحح الجملة الأولى بيا زمن زمن المستقبل لكن انتبهت لقيت علامة سؤال أنا ننتبهه لطلاب قطبق القاعدة الاستفامية فقط على جملة المستقبل يعني آني لنفترض أن نخلى لهذا الفعل بينقوسيا وقال لي صحح هذا ما راح أطبق عليها قاعدة استفامية نطبق القاعدة الاستفامية فقط على جملة المستقبل فش راح تكون ش راح يكون الحال يقول الوات تنزل كما هي ما العلاقة بيها قاعدة المستقبل بالاستفام ش تقول will زادا فاعل زادا فاعل مجرد هذا ال will الفاعل شنوه you زادا فاعل مجرد شنوه do زادا التكملة what will you do if you become a pilot ماذا سوف تفعل إذا أصبحت طيارا شوفوا هنا القاعدة الاستفامية will زادا فاعل زادا فاعل مجرد مو فاعل will مجرد لا will فاعل مجرد لأن طبقنا عليها القاعدة الاستفامية هذا كل ما يخص الملاحظات الجديدة المتعلقة بإف الشرطية نرجع عن حل تمرين رقم ثلاثة قبل ما أبدأ في حل تمرين رقم ثلاثة هذا التمرين تمرين مهم جدا 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 ماذا يقول لي يقول لي أنا منطيق جملة تين ساعة يسا مطلب من عندك أنك الصحح الجملة الأولى والجملة الثانية مو مثل السابق مرات بالامتحان يجب لي فقط فعل من الفعلين أنا صحح هالمرة مصحبها عليها كل شيء قال لي أنا منطيق F منطيق جملة أولى فاصلة جملة ثانية أريدك الصحح الجملة تين أجي ال F جتني بالبداية بعدها جملة بها زمن مضارع بسيط والبعيدة عنها بعد الفارزة مستقبل شي تقول قاعدة المضارع البسيط فاعل اللي هو الآي هو حاطلية زادا أما فعل يحمل S أو فعل مجرد هذا ال Get أخلي إلى S لو أبقي مجرد أستاذ هذا الفعل نخليه مجرد ليش لأن الفاعل آي ياخذ فعل مجرد فأقول If I get أنزل كما هو لأنه مجرد If I get Hungry إذا جعت I cook الجملة الثانية تفقتنا الجملة بها زمن مستقبل شنو قاعدت فاعل زايدا Will زايدا الفعل مجرد ينزل كما هو I will cook a meal إذا جعت رح أطبخ وجبة جملة الثانية همنا If بالبداية إذن الجملة الأولى مضارع بسيط وجملة الثانية مستقبل مضارع بسيط فاعل You ياخذ أسلة ومجرد ياخذ مجرد إذن ينزل كما هو If you go to bed late إذا ذهبت للسرير متأخرا هذه الفاصلة جملة الأولى انتهت جملة الثانية مستقبل شا تقول قاعدة المستقبل فاعل زايدا Will زايدا فاعل مجرد ينزل كما هو أوه قف استاذ أنت ممطتنا ولاحظة على البي شا اتفقنا أنه إذا صادفت البي في جملة المضارع البسيط مو جملة المستقبل إذا بجملة المستقبل ما علي العقبيها لكن لو نفترض أن هنا نطاني إياها البي لنفترض أن نطاني البي هنا هنا صادفة بجملة المضارع البسيط رح أحولها إلى الزوار وعام لكن هنا صادفة بجملة المستقبل ما رح تتحول تنزل كما هي أو نطبق عليها نفس القاعدة My mother take فراغ ميسج شوفوا طلاب هنا ننتبهوا إذا جتني وين بالمنتصف إذا جتني بالمنتصف قبلها جملة بيا زمان مستقبل شا تقول قاعدة المستقبل My mother فاعل زائد أن will زائد أن فعل مجرد اللي هو شنوه take My mother will take a message أمي سوف تحصل على رسالة If I be فراغ out شوفوا طلاب If الجملة الثانية ش رح تكون هذي مستقبل هذي مضارع بسيط شوفوا شوفوا انتبهوا إيايا نانا كل شيء انتبه على المو تفهم الملاحظة لطيتك إياها نانا بي جتني بيا جملة بجملة المضارع البسيط تتحول لو ما تتحول تتحول إلى شنو تتحول لأز وآر وآم الآيش تأخذ تأخذ آم فاعل زائد آم If I am out زين شوفوا هنا الف جتني عيد الملاحظة الف جتني بالمنتصف الموضوع كل شي رح يختلف بمعنى جتني بالمنتصف منها رح تكون مضارع بسيط ومنها رح تكون مستقبل الف جتني بالبداية إذن الأولى شنو مضارع والثانية مستقبل شو تقول قاعدة المضارع فاعل زايدا أما فعل يحمل S أو مجرد أوقف استعد هنا أنا ش لقيت لقيت نوت تتذكرون بنفي المضارع البسيط شو تسوي تخلي أما Does أو دو الفاعل و الو تاخذ Does أو دو تاخذ دو زاعدا نوت زاعدا الفعل المجرد اللي هو شنو هاري هذا أخذناها بشرح مفصل لموضوع المضارع البسيط جملة الثانية بيا زمن مستقبل المستقبل شو تقول قاعدة فاعل شنو الفاعل و زاعدا وال زاعدا فعل مجرد اللي هو شنو البي I ask فراغ راعت to come to the party جيت لي F1 جيتني بالمنتصف هذا الجملة بيا زمن زمن المستقبل والبعيدة عنها واللي بعدها مضارع بسيط زين المستقبل شو تقول قاعدة فاعل اللي هو الآي زاعدا will زاعدا فعل مجرد اللي هو شنو ask الجملة الثانية اللي بعد F مضارع بسيط شو تقول قاعدة المضارع البسيط فاعل اللي هو شنو الفاعل هي أما S أو مجرد خلي S لو مجرد اللي هي تاخذ S فاقول phone اش رح اصير phones اخلي لها S الشخص الثالث هذا ما يخص تمرير رقم ثلاثة هذا التمرير مهم جدا 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 بالامتحان التحريري من الممكن يجيب لي أحد هذه الجملة ويقول لي بأن قوسيا correct شنو يعني correct معناها صحة ننتقل لتمرير رقم أربعة شي يقول يقول choose the suitable words to complete the conversation اختر الكلمات المناسبة لإكمال هذه المحادثة what's for a we do if it rains هنا أنا هم من أن أعتمد بشكل أساسي على F الشرطي F جتني بالنص وراحة جملة بزمن المظاهرة البسيط فاعل زاعدا فعل يحمل S إذن الجملة اللي قبلها شنو مستقبل وبيها قاعدة استفهامية إذن أقول له what will we do will زاعدا فاعل زاعدا فعل مجرد ليش طبق بالقاعدة الاستفهامية لأن قلنا إذا لقين علامة السؤال نطبق القاعدة الاستفهامية على جملة المستقبل شنو هي القاعدة الاستفهامية على جملة المستقبل will زاعدا فاعل زاعدا فعل مجرد خالت ناسيها الجملة الثانية if it rains if بالبداية جدت وراها مضارع بسيط فاعل زاعدا فعل يحمل S we will get فراغ إذا أمطرت سوف فراغ هنا أنا أقول لك إتبكي فشنو الكلمة المناسبة لها مثلا we will get wet على اسم المثال سوف نتبلل but that doesn't matter لكن هذا شيء غير مهم I can't find my football boots لا يمكنني أن أجد أحذية الكرة القدم I've فراغ them لقد لقد نسيتها I've forgotten forgotten معناها نسيت لقد نسيتها don't worry لا تقلق if you فراغ جيم إذا فراغ بجيم إذا اتصلت بجيم if you call جيم he will هو سوف bring them سوف يجذب يجلبها لك رح يجيب لك ذنب الأحذية اللي أنت ناسيا جيم's boots are فراغ small أحذية جيم فراغ صغيرة جدا صغيرة very small they'll hurt my feet so فتؤذي قدم Do you فراغ to play football or not هل فراغ أن تلعب كرة القدم أم لا هل تريد أن تلعب كرة القدم أم لا do you want to play football or not yes I do نعم أريد ذلك أوكي let's go نعم دعنا نذهب هذا مجرد نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي مجرد منطيني محادثة ويقول لك كمل هذا المحادثة من خيالك شوال الكلمات التي تشوفها مناسبة لهذا التمرين حاول تكملها هذا كل ما يخصنا رسل هذا اليوم لاحظنا أن الدرس بسيط جدا كل أنشطة أنشطة صفية ما عاد تمرين واحد متعلق بأف الشرطية هذا التمرين مهم جدا 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 بالامتحان التحريري حاولوا سجنها ملاحظات بالدفتر وتحفظوها لأنها مهمة جدا وتفيدكم بي المراحل القادمة مع موضوع أف الشرطية ختاما شكرا لمتابعتكم بدل الفيديو أي سؤال أو السفسار أو الله فتحفو أن تقدموها تقدموا تفاصل مع الحسابات المجدس في الفيديو في الوصف